بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من سنة الله عز وجل في كونه أنه يميز ويفضل بعض الأيام بعضها على بعض وفضل بعض الشهور على سائر الشهور كشهر رمضان مثلا وفضل بعض الأماكن على بعض وفضل بعض البشر على بعض فخيرهم وأفضلهم وأحسنهم وأكملهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم وتفضيل الله سبحانه وتعالى للأزمان يظهر في تفضيله ليوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو يوم عيد الذي هو من أيام الله عز وجل في هذه الدنيا يوم الجمعة الذي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام عند الله وأعظمها يوم الجمعة وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحاء فيه خمس خصال خمس فضائل وخمس أمور ميز الله عز وجل بها يوم الجمعة عن سائر الأيام فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه توفي وفيه ساعة لا يسأل فيها عبد ربه عطاء إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بعض الفضائل التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم العظيم المبارك لهذا اليوم يوم العيد الذي هو يغتنمه المسلمون وحري بهم وواجب عليهم أنهم يغتنموا كل لحظة ممكنة في يوم الجمعة في نهاره أو في ليلته اغتنم كل لحظة في هذا اليوم المبارك في قرب من الله عز وجل وفي طاعة لله سبحانه وتعالى حتى قبل أن يبدأ نهار الجمعة ليلة الجمعة من هذا اليوم يعني بمجرد ما يمضي يوم الخميس ما يتلوه من الليل فهو تابع ليوم الجمعة فيأخذ نفس الحكم ويأخذ نفس الفضائل ويأخذ نفس الأجر إن شاء الله هذا اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ومرغبا لكل إنسان واضب على صلاة الجمعة وحافظ عليها وأدى حقها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر يعني ذهب للمسجد مبكرا ومشى ولم يركب يعني إذا كان في استطاعة الإنسان أن يذهب إلى المسجد ماشيا بلا مشقة ولا ضرر عليه يفعل ذلك ومشى ولم يركب ودنى من الإمام يعني اقترب من الإمام واستمع ولم يلغو ما الجزاء يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها إنسان في هذه الحياة يفعل كل شيء ممكن حتى يحصل فيها أكبر ثواب ممكن يحصل فيها أكبر قدر من الثواب من الحسنات التي تنفعه أمام الله عز وجل التي بها تثقل موازينه فينجو أمام الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا اليوم العظيم المبارك وما فيه من خيرات وما فيه من فضاء وما فيه من طاعات وأعمال خير رغبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير طريق إلى ذلك هي خير وسيلة لتحقق تلك الغاية في يوم يمضي سريعا على بعض الناس لو اغتنمت كل لحظة فيه في خير وفي قرب وفي طاعة حتى في العادات اليومية التي تفعلها لو نويت بها التقرب من الله عز وجل فلا شك أنك مثاب ولا شك أنك آخذ للأجر إن شاء الله يبشرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو فعلت عاداتك اليومية بنية العبادات وبنية الطاعة والقرب من الله عز وجل فلا شك أنك بذلك تأخذ ثوابها قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يوم الجمعة الذي يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعث الأيام على هيئتها يوم القيامة وتبعث الجمعة على هيئتها زهراء منيرة تنير لأهلها تضيء لهم الناس يوم القيامة ويأتي المنافقون ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم يريدون نورا يسيرون فيه في هذا اليوم المشهود في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم الذي يبحث الإنسان فيه عن حسنة ينجو بها أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف في هذا المشهد يقول المنافقون باحثين عن الأنوار التي بسببها قد ينجون لكنهم لا يجدون ذلك قيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وأحد أسباب هذا النور وهذا الضياء وهذه البشرى يوم الجمعة الذي يضيء لأهله يوم القيامة لمن أدى حق هذا اليوم لمن اغتنم هذا اليوم المبارك هذا اليوم فيه كثير من الفضائل فيه كثير من الخصائص كثير من الأحكام من هذه الفضائل إنك تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ومن الخصائص التي ميز الله عز وجل بها هذا اليوم وخص الله سبحانه وتعالى بها يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي إذا ما شئت في الدورين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن كنت تريد إجابة الدعوات فتختم بالصلاة على محمد وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخش من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته